ده سوني بيبقى زعيم عصابة وشبح وجامد وكده وبيبقى قاعد مع العيلة بتاعته في المكتب وبتاعه بيتكلمه عن واحد اسمه تومي فيرزاتشي وبنعرف ان تومي فيرزاتشي يتسجن زمان مكان سوني بس تومي ما يعرفش انه هو تسجن مكان سوني وسوني عشان يخليه ما يدورش ورا مين اللي سجنه عشان ما يعرفش ان سوني هو اللي سجنه فسوني بيخترح على العيلة بتاعته انه هم يشغلوه ويجيبولو شغل ويعملو صفكة مخدرات ويخليه هو اللي يدورها في مدينة والعيلة بتقلب الكلام في دماغها وبتلاقي موزنه في الاخر بيوافقه وفي الاخر العيلة بتتفق انهم حيخلو كين المحاسب بتاع العيلة هو اللي يبقى مع تومي هو بيخلص في الصفقة وهو بيدور الشغل في فيس سيتي وبعد كده بنروح على المطار وبنشوف كين روزنبرج وده المحاسب اللي كانوا لسه العيلة بيقولوا انهم حيعينوه وبتاعه ببواقف وبيطلعوا على المكان اللي حيخلصوا في الصفقة ولما بيوصلوا على المكان فيه طيارة هليكوبتر بتنزل وبيبقى فيها شخصين وبعد كده تومي بياخد الفلوس وبينزل وبيبقى مع الرجالة بتاعته وروزنبرجي بيبقى مستني بالعربية وبيروح عشان يدفع فلوس الصفقة ويستلم المخدرات ويمشي في مرحلة سلم واستلم بقى بنشوف عصابة تالتة ما نعرفشهم مين ولا تبع مين مستخبيين وبعدها بيدربوا نار على اللي موجودين كلهم والراجل اللي مع البضاعة والرجالة بتاعت تومي بيموتوا وتومي بيعرف يخلع وبينطم العربية مع روزنبرجي وبيفلسعه والوادي التاني اللي في الطيارة بياخدها وبيخلعها وبعد كده بنشوف روزنبرجي مع تومي وهم وقفين تحت المكتب بتاع روزنبرج وروزنبرجي بيولول وهو في العربية عشان خايف الرؤسة بتوقع وبقى يخلصوا عليه وبتاعه بس تومي بيقول له ولا يطلع وبعدها بتبدأ ان انت تتحكم في تومي وبتركب العربية وبتروح عند العلامة البينك اللي على الخريطة ولما بتوصل عندها بتعرف ان ده فنده اسمه وتدخل جوه وبعد كده بتشوف علامة الشريط ده عشان لو عايز تعمل سيف أو كده وعلامة تانية المفروض ان هي هتوديك على الغرفة بتاعتك وبعد كده بتروح عند العلامة وبتطلع على الغرفة بتاعتك وبعد كده تومي بيكلم سوني في التليفون وبيقول له ان العملية فشلت وفي عصبة ثالثة جات وخلصت الدنيا فسوني بيقول له فقال له راحت بقى يسته خلاص فقال له خلاص مين يا اما تجيب البضاعة والفلوس يا اما هحط لك اللبوس فقال له يسته للبوس ولا بتاع الدنيا ده على مسؤوليتي وديني كم يوم وانا هرجع لك المخدرات والفلوس وسوني بيقول له عشان العشرة والعش والملح اللي كانوا بيننا حسيبك كم يوم عشان تساوي حالك وتومي بيقول له امين وبعد كده بيقفل معاه وبعد كده بتنزل من الغرفة وبتبدأ ان انت تتحكم في تومي تاني وبتبدأ تظهر لك علامة الل على الخريطة فبتطلع من الفندق وبتاخد عربية بعد كده بتتجي هناك حية حرف الال وحرف الال ده المفروض انه هو المكتب بتاع روزنبرج بتوصل هناك بتنزل من العربية وبعد كده بتدخل المكتب لروزنبرج وتومي لما بيدخل بيتكلم معاه بيقول له انه هم لازم يدوروا على اللي خد الفلوس والبضاعة ويقتلوهم وكين بيفضل يولول زي النسوان لحد ما في الاخر بيفتكر ان في حفلة معمولة على ياخت بتاع واحد اسمه كورتاز وده بيبقى كلونيل متقاعد في الجيش البحري الامريكي بس من وراء السطارة بيشتغل شمال ومعنى الشمال والحفلة دي حيبقى معزوم فيها كمارات المافيا والشمال كلهم اللي في البلد واكيد واحد منهم هو اللي هيكون عمل الحوار ده جوه المدينة وروزنبرج بيدي تومي لإنفتيشن بتاعة الحفلة وبيديله فلوس عشان يشتري هدوم عشان يروح بيقى الحفلة عشان يبقى شكله حلوه بتاع وبعد كده حتطلع بره وحيبدأ يظهر لك على الخريطة شكل تيشرت حتركب العربية وحتبدأ تتجي ناحية التيشرت وحيطلع هناك ان ده محل هدوم حتنزل من العربية حتدخل المحل شوية وحتطلع وانت لابس الحتة لعى الحبل وبيبقى في نيته انه هو عايز يركب الموتسيكل ده في الحفلة اللي معزوم فيها كل كبرات المافيا والشمال بتاع البلد لما بوصل هناك بنزل من العربية بدخل على اليخت واول ما تومي بيدخل ايه العسل ده وبعدها كورتس بيجيله وبيبعارف ان هو جاي تابع روزنبرج وبيتعرف على بعضه وبتاعه في الاخر تومي بيقوله على المشكلة اللي حصلت له وان هو بيدور على الميرشندايز والميرشندايز دي معناها ان حاجة في الصفقة فاهم فلوس مخدرات فاهم الحاجات دي فكورتس بيقوله ياس تقلبي عندك وبتاع بس زي ما انت شايف احنا في حفلة ومش هننفع نتكلم في الحاجات دي دلوقتي وبيجيب له بنته ميرشندايز بقى عشان ايدخله في اجواء الحفلة وتعرفه على الناس وتقوله مين ده ومين ده وبتاع فاهمش شويتين دول ومرشندايز لما بتيجي بتلاقيه مز بتيفش فيه وبتاخده على جنب وبتقوله على عسام الاشباح بقى اللي معهم على اليخت وبتقوله ان ده كنت وبيبقى صاحب ديسكو اسمه ماليبو وبنعرف ان هو ورا السطارة شغال قراني للاشباح ودي كاندي وبتبقى نجمة الاكس حرحر في البلوك وشغاله ورا السطارة تحت عمر الاشباح وافريو بيبقى عنده شركة مقاولات كبيرة وبيشتغل شمال وشغله كله شمال وفي رجالها ياللي بتخلصته شغله وهو مش بيظهر في الصورة وده جزه وبيبقى مغني روك مشهور وعنده بند مشهور اسمه ومن ورا السطارة بيبقى شغال شمال وبيوزع مخدرات وستيف بيبقى شغال مخرج افلام اكس حرحر في البلوك ومن ورا السطارة بيبقى شغال نفس الشغلانة برضو مش محرج من نفسه واخيرا بيوصل ده وبيبقى اسمه ريكاردو دايز ودايز ده بيبقى اكبر تاجر مخدرات في البلد ومرسيديس لما بتشوف دايز بتخلع منه عشان هو رغاي وهي اصلا مش بتتيقه فبتطلب من تومي انه يوصلها على مكان اسمه فبتطلع من الحفلة وبتبدأ ان انت تتحكم في تومي وبتركب العربية وبتستنها تركب معك بيبقى ظاهر لك علامة بينك على الخريطة والمفروض ان دي بول بوزيشن كلاب اللي المفروض حتوصل مرسيديس لي ولما بتوصل هناك بتوصل مرسيديس ومن هنا بتبدأ تاخد اول 100 دولار لأول مهمة بتعملها جوة فيس سيتي وبعد كده بتبدأ تتجاه على المكتب عند روزنبرغ وبتنزل من العربية ولما بتدخله بتقوله على الناس اللي انت شفتهم في الحفلة وهو بيقولك ان كنت صاحب الديسكو ده عنده معلومات عن الشغل بتاعهم وان هو الهلهولة اللي فيه مساهلة تطلع منه بأي معلومة وبعد كده بتسيب المكتب وبتخرج ولما بتخرج بتبدأ تظهر لك علامة بينك على الخريطة بتركب العربية وبتبدأ تتجي هنا حيث العلامة البنك والمفروض ان العلامة دي ديسكو ماليبو اللي صاحبه كنت بتنزل من العربية بتدخل الديسكو بتسعل على كنت ولما بتوصله بيكون واقف مع بنته وبتاع فمتمشي البنته وبتبدأ ان انت تتكلم معاه لحد ما في الاخر بيقع بالكلام وتومي بيهرش انه هو عنده معلومات عن عملية السرقة اللي حصلت من يومين فبيزوقه وبيوقع على الارض وبعد كده كنت لما بيخاف بيقوله ان فيه شيف عنده معلومات عن عملية سرقة فلوس وصفقة مخدرات من كام يوم وبيقوله على المكان بتاعه وبعد كده تومي بيقوله انا حسيبك بس عجلك تاني وبعد كده لما بتطلع من الديسكو بيبدأ يظهر لك علامة صفرة فبتاخد عربية وبتبدأ ان انت تتجه عليها ولما بتوصل هناك بتلاقي ان ده الشيف اللي كان لسه كنت بيقولك عليه فبتروح له وبتبدأ ان انتو اللي تنين تشده مع بعض بالكلام بعد كده بتبدأ ان انت تضرب فيه لحد ما بيموت وبتاخد التليفون بتاعه اللي هو كان بيتكلم فيه وبعدها بيبدأ يظهر لك ده وبيبدأ ان هو يتكلم معاك وبيقولك انه هو عايز نفس الحاجة اللي انت عايزها بيقول له هستا انا غريب في البلد وانت برضو غريب في البلد وضهري في ظهرك وحنا اللي اتنين عايزين نفس الحاجة وبتاعها فخلينا كده ظهرينا في ظهر بعدين هستا وبتاعها وتومي بيقول له هستا اتكل على الله ايه فاهم عشان يتكل على الله وبعد كده بيبدأ ان يظهر تلت شيفات ولما بيشوفوا جسة الشيف صاحبهم بيبقوا عايزين ييتله تومي والراجل اللي معاه فالنجا ده بيدي تومي مسدس وبيقول له تعالى ورايا فبتبدأ ان انت تتحكم في تومي وبتروح ورا لانس لحد ما في الاخر بتطلعه تركابه عربية وبيبقى ظهر لك على الخريطة شكل زي علامة مسدس بتبدأ ان انت تتجه عليه ولما بتوصل هناك بيبقى محل بتاع اسلحة واللعبة بتبدأ تعمل لك اوريانتيشن لو عايز تشتري والانواع والشوائتين دول وبعد ما بتخلص بتظهر لك علامة بينك على الخريطة بتبدأ ان ان انت تتجه عليها والعلامة البنكي دي المفروض ان ده الفندوق اللي انت بتروح تبايت فيه وطمي بعد كده بينزل من العربية وبيقول للنجا دوت ياسطا انا مش عايز اشوفه الشك تاني فالنجا بيقول له اسطا مش غيرش ادماعك انا اسطا حب امرأبك وبيدور عربيته وبيسيبه وبيمشي وبتاخد مئتين دولار وبكده تكون خلصت تاني مهمة ليك وابتديت ان ان انت تمسي الخيطي ويوصلك لمين اللي خد البضاعة والفلوس ايه بقى اللي هيحصل بعد كده هنعرف الفيديو الجاي وبنوقف لحد هنا واستنينا في الجزء الجاي عشان نقول لك ايه بعد كده اللي هيحصل بقى عشان يبدأ ان هو يوصل فاعمل اللي حدبتلي اللي قدام استوزبينس عشان ما بعرفش عشان فاعم اول مرة اللي هي في الجيمينج المهم ان انت تعمل لايك سبسكرايب فعل زر الجرس فرج علي فات ما تفرجش علي فات ده اول فيديو اصلا المهم بما ان ده اول فيديو ده يا جيمينج في حياتي بقى فانزل قولي في كومنتات ايه رأيك ايه اللي صحي اللي غلط فاعم عرفني الدنيا كده مشي ازاي ولو لقيته جاي معك سكة فاعمل شير بالحب وايه الدنيا جميلة وبس كده سلام